السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة نبين خطوات ناجحة لاستقبال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الاكرم كيف يمكن ان نستثمر هذا الشهر المبارك بما يقربنا زلفا الى الله عز وجل كيف يمكن ان نستثمره لكي نقوم باصلاح النفس واصلاح السلوك واصلاح الاسرة واصلاح المجتمع كيف يمكن ان نستثمر هذا الشهر الفضيل لكي نولد من جديد ولادة حقيقية نقية مباركة تعالوا بنا الى رحاب السنة النبوية المشرفة ونستمع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربي صحابته المكرمين من الانصار والمهاجرين لكي يحسن استثمار هذا الشهر الفضيل يحدثنا سلمان الفارسي رضي الله عنه في مجلس مهيب كان النبي الكريم مع صحابته في اول ايام رمضان فخاطبهم قائلا ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من الف شهر فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوع من ادى فيه فريضة كان كمن اعتق رقبه وكمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان كمن اعتق رقبه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر الموساة قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا التواب لمن فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار هكذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته ويعلمهم قال لهم هذا شهر وصفه بالعظمة ووصفه بانه مبارك فشهر رمضان ليس كسائر شهور السنة فمن صفاته انه عظيم لان فيه انزل القرآن وانه مبارك لان الله تعالى في هذا الشهر الفضيل يتجلى على عباده بالرحمة والمغفرة والرضوان في هذا الشهر الفضيل ربنا وضع فيه ليلة هي اعظم ليالي السنة هي خير من الف شهر هي ليلة القدر الله تعالى فرض فيه الصيام الصيام مفروض لكن القيام تطوع وجعل قيامه تطوع بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بان العمل الصالح في هذا الشهر له اجر مضاعف من ادى فرضه كمن اعتق رقبه وكمن ادى سبعين فرض فيما سواه كل عمل في رمضان يدرب في سبعين الصدقة تدرب في سبعين الصلاة تدرب في سبعين تلاوة القرآن يدرب في سبعين كل عمل كمن ادى سبعين فرض فيما سواه ثم هذا الشهر هو شهر الكرم هو شهر الجود شهر يزداد فيه رزق المؤمن انظروا الى موائدنا ساعة الافطار سبحانك يا من خلق يا من رزق ويا من اكرم رزق المؤمنين يفيض في شهر رمضان الاسواق ممتلئة بالخيرات والقفف ممتلئة بالنعيم والموائد ممتلئة برزق الرحمن وهذا الشهر ربنا عز وجل يعلمنا الصبر انه مدرسة بامتياز نتخرج من خلالها ونحن صابرين الصبر لا يمكن ان تتعلمه في اي جامعة ولا في اي مدرسة ولا في اي منتدى الصبر انما تتعلمه في رمضان ومن تخلق بالصبر اعطاه الله تعالى من النعيم ما الله به عليم ثم ان هذا الشهر هو شهر المواسات الاغنياء يوسعون مما اعطاهم الله على اخوانهم الفقراء والمساكين لذا الصحابة لما سمعوا شهر المواسات استدركوا فقالوا يا نبي الله منا فقراء كتر ولا نستطيع ان نعطي لمن هو افقر منا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين ان الثواب يعطى لأي عمل صالح ولو كان بسيط من فطر صائم على تمره تمره فله اجر وتواب عظيم ومن فطر على شربة ماء او مدقة لبن كل هذا خير عظيم لهذا نجد في المساجد ساعة الصلاة المغرب بعض الاحبة يتطوعون ويعطون التمر على عتبة باب المسجد او كأس من الماء او كأس من الحليب هؤلاء اذكياء هؤلاء مستثمرين هؤلاء يسعون لتحصيل هذا الثواب الجزيل الذي وعد به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال انه هذا الشهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ففي اول الشهر هناك كرم هناك جود هناك رحمات هناك الطاف ربانية في وسطه قد يشتد الامر على الناس بسبب حرارة الشمس والعطش وطول النهار هنا تقع المغفرة ربنا عز وجل يطلع فيباهي من الملائكة فيغفر لعباده في العشر الاواسط في اواسط رمضان لكن في الايام الاخيرة من رمضان اخره عتق من النار لما تشتد الحرارة ويشتد الصيام على الناس ويصبرون ويحتسبون هناك رب العباد يعتقوا الرقاب من النار اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النيران يا رب العالمين ومن اجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين خريفا سبعين سنة يوم واحد تصومه في سبيل الله ابتغاء وجه الله ربنا عز وجل يصرف وجهك عن النار سبعين سنة من المسافات الفاصل بينك وبين النار والعياد بالله هذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يفرحون كلما اتى رمضان كانوا يسعدون وكان يهنئ بعضهم بعضا كانوا كلما جاء هذا الشهر الفضيل بعضهم يسلم على بعض ويتعنقون والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يزيد في تحميسهم كان يقول كما روى عباد بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم يخاطب الأمة جمعا يقول لقد أتاكم رمضان لقد جاءكم إذا افرحوا وسعدوا وابتهجوا هذا الشهر هو شهر بركة ربنا عز وجل يفتح فيه أبواب البركات وينزل فيه الرحمات ويحط فيه الخطايا والدنوب جميع الدنوب والخطايا والآتام التي ارتكبها العبد المؤمن طيلة السنة تغفر في أول يوم من رمضان رحمة من عند الله وكرما من لدن الرحمن ثم ربنا يفتح باب الإجابة في هذا الشهر يستجيب فيه الدعاء أكثر من هذا المنافسة الله تعالى ينظر إلى تنفسكم فيه فالناس يتنافسون هناك من يتنافس في الصلاة وفي النوافل وفي قيام الليل هناك من يتنافس في تلاوة القرآن وترديده وتجويده هناك من يتسابق في الخيرات في الصدقات وقفة رمضان وموائد الرحمن والتوسعة على الفقراء والمساكين هناك من يتنافس في التبرع بالدم على مراكز تحق الدم لإنقاذ الأرواح البشرية هناك من يتنافس في تقديم الخدمة للناس في الطرقات والأماكن العامة وهناك من يتنافس في صلة الرحم وعلى الأقل في أن يلتزم بالخلق الكريم وتبسمك في وجه أخيك صدقة ربنا ينظر إلى تنافسنا فيه ويباهي بكم ملائكته الله تعالى في السماء يقول يا ملائكتي انظروا إنكم كنتم تقولون بأن عبادي أنهم سوف يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض انظروا إلى شغل عبادي في رمضان ربنا يسعد ويفرح ويباهي بين الملائكة لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله لابد أن نري من أنفسنا خيرا لابد أن نشتهد أكتر وأكتر في العبادة وفي الطاعة نتعرف على فضائل هذا الشهر نتعرف أي الأحب الكرام عن شرف مكانته هذه المعرفة تجعلنا نقدره حق قدره ونغتنمه كأحسن ما يكون في هذا الشهر الفاضل الشهر الكريم شهر المغفرة والرحمة ربنا عز وجل يعتق فيه الرقاب ويغفر فيه ذنوب ويرفع فيه الدرجات ماذا علينا أن نفعل أولا خطوات تجعلنا بإذن الله الواحد الأحد نقترب من مقام إياك نعبد وإياك نستعين لابد أن نجدد النية الصادقة ولابد أن نقوي العزيم الجادة نوق بأن الله تعالى مطلع على نيتنا الله تعالى عليم بسرائرنا فمتى ربنا عز وجل رأى منا الصدق سدد خطانا وأعاننا لابد أيها الأحبة الكرام أن نجدد التوبة دائما نحن مطالبين بتجديد التوبة نجددها إذا دخل رمضان بل ونجددها في كل يوم من أيام رمضان ونحرص على قدر ما نستطيع للابتعاد عن الذنوب والخطايا والمعاصي علينا أن نشتهد في قراءة سير الصالحين هناك سير جميلة من سلفنا الصالح الساد العباد والزهاد والصالحين الذين عرفوا بكثرة العبادة والسجود والرقوع والابتهال الذين أيقلوا بمنزلة رمضان فاغتنموه حق الغنيمة تجدهم يصلون غالب الليل ونقلت عنهم صور عجيبة لختم القرآن ونقلت عنهم أحداث مثيرة في الصدقة والبر جميل أن نداوم على قراءة سير الصالحين كذلك يلاحب الكرام علينا أن نحرس على إيجاد البيئة الصالحة في رمضان لكي تكون لنا خير معين لاغتنام هذه الأيام لابد أن نهيأ بيئتنا بيئة وصحبة في هذا الشهر الفضيل لابد أن يكون بيتك والبيئة التي تعيش فيها وأصحاب والأصدقاء الذين تعمر معهم في رمضان يكونون من الأخيار ومن الأبرار الذين يعينوك على طاعة الله إياك وإياك من الذين يضيعون الأوقات في القيل والقال وفي المتاهات فلابد أن نختار الصحبة الطيبة كم من إنسان نفسه تواق للطاعة لكن يحل بينه وبين تحقيق مقصده البيئة الفاسدة التي وضع قدمه فيها كذلك يلحب الكرام علينا أن نضع نقاط أساسية نسعى لتحقيق هذا الشهر ندع أهداف سامية نقول في هذا الشهر لابد أن أحافظ على الصلاة جماعة وفي المسجد وعليه في هذا الشهر أن أحرص على قيام رمضان من أول ليلة إلى نهايته لابد في هذا الشهر أن أقرأ القرآن كل يوم وأختمه على الأقل مرة أو مرتين لابد أن أحافظ على الذكر وعلى لزوم الدعاء لأن فيه دعوة للاستجابة لكل الأدعية ثم بعد كل هذا أيها الأحبة الكرام علينا أن نتعلم أحكام الصوم نتعلم الأحكام الشرعية المرتبطة بالصوم من حيث الواجبات والسنن والأداب والمكروهات والممنوعات وهذا أمر ميسر وإن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة سوف نقوم بالنظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ومن ثم نتعلم وإياكم جميعا أحكام الصوم وحكمه بشكل ميسر فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في رمضان وأن يرزقنا فيه الرحمة والمغفرة والرضوان اللهم أمين يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء والمبارك ونذكر بأرقامنا الهاتفية 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52 نبدأ أيها المكالمة من أقليم ميسور مع للا فاطمة على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أستاذ قريبا كيف ذا كيف الحال الحمد لله للا فاطمة كده للا أحباب كل شيء بخير من حمده ربي ونشكره الله بر فيكم للا رمضان مبارك كريم الله يدخل علينا وعليكم وعلى الجميع بالصحة والمغفرة والرضوان كنشكرك على هذا البرنامج العفوة للا فاطمة ودعي معنا شيد عواد الخير إن شاء الله نحفظ القرآن الله 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 يا رب يا كريم الله ما يسر آمين ودعينا مع الوالدين ومع العائلة لا إله إلا الله وعسك عمي كوري بمريد نسولك على ذك المسابقة اللي كتكون من الأحد للأحد يعني شنو قوانين ديالها وخب انت بإذن الله يا ربي يا كريم بإذن الله شكرا لك للا فاطمة حفظك الله ورعك الله وتحية كبيرة لساكنة أهل ميسور للا فاطمة يبدو من خلال تدخلها أنها حريصة على حفظ كتاب الله تعالى والعناية بالقرآن وهنيئا لك للا فاطمة لأن أعظم وأكرم مهمة يمكن أن يقوم بها الإنسان فوق الأرض هي أن يهتم بالدستور الخالد لخالق الوجود ولمدبر الكون أنك تنظر في كتاب الله هناك أناس يقضون أيام طويلة بل واسنون عديدة في دراسة كتب ربما قد لا تسمن ولا تغني من جوع كتب فيها سفسطة فيها هرطقة وفيها كلام قد لا يسعدك لا في الدين ولا في الدنيا وإنما يجرك إلى عالم المتاهات والخيالات نحن ولله الحمد والمنة ربنا أكرمنا بالقرآن الكريم نبدأ به أولا لأنه سر الوجود ولأنه محور الإنسان وبعده نقرأ الكتب التي تفسره ومن خلاله تنفتح على عوالم كثيرة وتنفتح على ميادين مختلفة فدائما يبقى القرآن الكريم هو المركز لكل سياغ المعرفة والعلم للا فاطمة أسأل الله تعالى أن يعينك ويعيننا ويعين الجميع على حفظ كتاب الله تعالى الله سبحانه وتعالى جعل كتابه ميسرا أول خاصية من خاصية القرآن الكريم كونه كلام الله أنه جاء ميسرا هو عميق في الفهم لكنه ميسر على الجميع لاحظ معي كل كتاب في الفلسفة أو في الاقتصاد أو في القانون العام أو الخاص أو في أي ميدان من الميادين الفكرية لا تقرأه إلا النخبة لا يمكن أن يقرأ الكتاب كل الناس لابد أن تقربه النخبة التي عندها الطلاع ومعرفة بذلك الميدان إما في العلوم البحثة وإما في الاقتصاد وإما في القانون وإما في العلوم السياسية وإما في حسن التذبير والتسيير أو غير ذلك من الميادين لكن القرآن الكريم احتوى على كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء القرآن الكريم تحدث عن علم الأجنة وعن الأفلاك والنجوم والكواكب وتحدث عن الجبال والسهول والوديان وتحدث عن الثمور ونظام التغذية وعالم الحيوانات وتحدث عن الروح وعن الموت وعن الخلود وتحدث عن قصص الأولين والآخرين كل شيء وكل من يقرأ القرآن يفهمه لأنه كلام الله ميسر فيه معاني عميقة لكن بسيطة لكل إنسان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لأن فاطمة أول خطوة لحفظ القرآن هي أولا أن يكون عندك الاستعداد الصادق لكي تجعل هذا النور في صدرك هذا النور في قلبك هذا النور في أعماقك أن تكون عندك هذه النية أولا ثم تشرع هناك طرق متعددة سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقات مقبلة وكيف مكان الحال إذا كانت عندك هذه النية سواء حفظت أو لم تحفظ سواء غلبت القرآن أو غلبك فأنت مأجور يكفيك النية النية ثم تبدأ العمل إما أن يعطيك الله تعالى ويمهد لك فتصير من الحفظة الماهرين وإما أن تبقى دائما تشعر بأنك تنسى وأن عندك صعوبة كبيرة في الحفظ والتمكين في جميع الحالات أن تثائز لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه يقال لصاحب القرآن الماهر به يقال له يوم القيام اقرأ وارتقي ورتل فإن مقامك عند آخر آية تقرأها ويقال لمن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران لكي لقى صعوبة كبيرة في الحفظ والاستيعاب رغم أنه يبدو الجهود كبيرة له أجران الأجر عنده مضاعف فأسأل الله تعالى للفاطمة أن يجعلنا وإياك وجميع المستمعين وجميع المؤمنين من الحافظين والحافظات بالنسبة للمسابقة اللي ستكون إن شاء الله تنظم الإداعة إداعة ميد راديو يوم الأحد من رمضان كل أحد في رمضان ستكون إن شاء الله ابتداء من العاشرة صباحا إلى التاني عشر زوالا وسيكون معنا مشايخ أجلاء في لجنة التحكيم لم نضع شروطا لولوج هذه المسابقة ليست غايتنا هي أننا نضع شروط مستعصية وإنما الباب مفتوح للجميع للكبار والصغار للذكور والإنات للحافظين ولغير الحافظين للمتقنين وللمبتدئين فالباب مفتوح للجميع مجرد أنك تتصل بالهاتف وتكون على الخط تبدأ في القراءة والتلاوة إذا كنت جيدا فإن اللجنة المكلفة سوف تمدحك وتطني عليك خيرا وإن شاء الله تعيدك بجائزة تمينة في آخر رمضان وإن كنت مبتدئا فإن اللجنة العلمية سوف ترشدك وتعلمك وسوف تبين لك ما هي الأخطاء التي وقعت فيها وكيف يمكن أن تحسن من الأداء هذا يوم كل أحد إن شاء الله صباحا عندنا المسابقة مستمرة إلى النهائية تكون إن شاء الله تعلق قرب عيد الفطر السعيد وهناك ستكون هناك ثلاثة من الفائزين من الدكور وتلاثة من الفائزين من الإنات الرتب الأولى والوسطى والثالثة ثلاثة رتب من الدكور والإنات بجوائز قيمة وبشواهد تقديرية مسلمة من طرف الإداعة ولها قيمتها العلمية لكن بالنسبة للمبتدئين عليهم أن يتابعوا البرنامج كيف نحفظ القرآن الذي يبت على أتير هذه الإداعة المباركة كل جمعة ابتداء من الساعة الرابعة يوم الجمعة هناك برنامج خاص بالمبتدئين للتصحيح القراءة تسمع ثم المنشط الذي سوف يكون في البرنامج سوف يذكر لك الأخطاء التي ارتكبتها ويعلمك بين الفين والأخرى ما هي قواعد التجويد يعلمك ما هي الغنة متى ترقق الراء ومتى تفخم ما هو الإخفاء ما هو الإدغام ما هو الغنة ما هو كذا والسيقات أيضا والمقامات مقام هذا مقام النهواند وهذا مقام السيكا وهذا مقام الحجاز وغيره من المقامات حتى تجود الأداء فهذا مفتوح للجميع أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ببركة القرآن الكريم اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول من ميسور إلى بن ملل مع للا عيشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مرحبا للا عيشة مرحبا للا عيشة ودكتور أهل الله وإياه للا فرحاتي أهلا أهلا وإياه لأخي وعواش لكم بروكة الله يبا فكريك الحمد لله وإياه لأخي كذلك من ملادار عواش لكم بروكة الحمد لله الشكر الله كل شيء بيخير على خير الشيء عينين ونطاف الوال الله 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 سمحينا للا عيشة سمحينا سمحينا الله هاني هاني يلا يحفظك الله يسترعليك الله يعلي مقامك للا يمعوحد الوليد ربيته إياه يسترعليك إياه الله عدده دبت ناصر عام سبارك الله وديتهم عيال عمر جود المرات ومهلية فيه ومهلية فيها دكتور الله مبارك سبارك الله والله يسترعليك ويتك عدد عيمرانك بقلسة مع واليديتا مشاو عمد الله لم يلا بويا مهلية فيهم والحمد لله وتعليه وحد الرجل دكتور خاضني مولت شمعه ربيت وحد الوليد والله الحمد لله الأمر لله سمحينا سمحينا سنمش نصلي تنحلم دايما دكتور بالرسول دايما تنحلم الله 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 دايما دايما تنحلم داير القرآن بقى ما جاتش مشي تعالي عمرانك جوز المرات وولدي ورجلي ديك معي ولدي ورجلي سبارك الله هنيئا لك هنيئا ان شاء الله تكون متتالية بإذن الله فضو من الله وكارام سبارك الله يا دكتور الله يحفظك الله يسترعليك دعليا مع وليدي خاليد يا رب يا رب سلمي عليك شكرا لك والدين كان شكرك شكرا لك شكرا لك الله يسترعليك ما عودتش لورك طاليان طاليان حرقات وما صيبتش لورك لا يسترعليك لا يسترعليك مع سر الوجود كتقى فرحان الحمد لله الله يجال البركة الله يخلف الله مبارك كتقى هكا كتكلم بحال اللي عيشنا هذا النموذج الجميل اللي عندنا في مغربنا العزيز وكالله احفظنا وإياكم هذا النموذج آخر مغير كيتكلم دائما على الأزمة وكيتكلم دائما على الحجرة وكيتكلم دائما على مكينوالو ودائما الخطر قادم ودائما لا بد أن يبحث عن متهمين يختارهم كشماعات لكي يعلق عليه همومهم ومشاكله وفشله في الحياة هذا نموذج حالة مرضية والحالة الصحية أن يكون الإنسان هكذا دعي الخلق للخالق سبحانه وتعالى وعيش حياتك وتمتع بشبابك واطلب من المولى عز وجل أن يفتح لك أبواب رحمته وأبواب كرمه وأبواب جوده وسترى عجائب قدرة الله وترك الخلق للخالق للعيش هنيئا لك رب سبحانه وتعالى دالك سيناريو في الحياة كل واحد منا في حياتنا إنما الخالق عز وجل وضع له سيرة حياة سيناريو لما كنا أجنة في بطن أمهتنا ربنا سبحانه وتعالى بعتا إلينا ملكيني فنفخا فينا الروح وأمر بكتابة أربع كلمات أجله ورزق ورزقه وشقي أو سعيد كل شيء كتب فأنت إلى اللعيشة كتب لك الله تعالى أطلقي مع هذا الرجل ثم لم يقدر بينكما خلفة سواء كان المشكل منك أو منه ليس المشكل ممن المهم أن الله تعالى هذه العلاقة الزوجية لم يكتب لها فيها خلفة انتبهتي للعيشة وقلتي علاش من قومش بكفالة يتيم فكما أن هناك أزواج تعذر عليهم الإنجاب هناك أطفال صغار حرموا من الآباء والأمهات إما كانوا أيتام وإما عندهم ظروف صعبة ومستعصية عايشوا وحيدين منعزلين فأنت قمت بهذا العمل الصالح أنك كفلت يتيم وربيته يكفيك شرفا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال أنا وكافل اليتيم كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى يعني يوم القيامة من اللي عندخل الأبواب الجنة غتلقى بأن سيدنا النبي هو الأول داخل وشكل إحداه لكي تزحم معاه في الدخول وهو كافل اليتيم كل من كفل يتيما أجر وتواب لا يعد ولا يحصى ربنا عز وجل سيتحدث عن النبي الكريم ويقول له ألم يجدك يتيما فأوى أول يتيم في تاريخ الإسلام هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى وجه والده وحتى الأم لم يعيش معها إلا أربعة سنوات ونصف وصار يتيما لكن الله تعالى هيأ له من يربيه ألم يجدك يتيما فآوى إلى أن قال له وأما اليتيما فلا تقهر فهنيئا لك إلى العائشة أنت الحمد لله عندك وحد الرصيد مهم وغني وحده كافي هذا الرصيد الذي عندك روى جواز إلى الجنة بإذن الله الواحد الأحد ثم إنك أحسنت تربية هذا الولد لأن بعد أن نكفل اليتيم ونقوم باحتوائه نحسن تربيته تبارك الله دم الآن كي قرأ في مدارس خصوصية ربيتي أحسن تربية دتي معك للعمرة هذا خير عظيم أنت الآن تقومين باستثمار هذا عمل استثماري كبير أعظم من الاستثمار في المقاولات وفي المشاريع التجارية المدر للربح أنت تستثمرين الآن في بناء إنسان وفي بناء نفس بشرية سيكون فيه خير عظيم للآخرين فهنيئا لك هنيئا لك للعيشة للعيشة انت مرضية تلت في والديك ابقيت معهم امسندهم هذا هو عنوان الرضا عنوان الرضا هو أن الإنسان تقنبارا بوالديه أنه دائما كبق معهم في الحلوة والمرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فهنيئا لك للعيشة في منامك ترين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية معناها أن النبي الكريم راضي عنك ويشجعك ويقول لك يا للا عيشة ستكونن إن شاء الله في رفقته النبي الكريم له الصحابة الذين عاصروه من الأنصار والمهاجرين لكن له الإخوان من هم إخوانه هم الذين آمنوا به ولم يرونه وعملوا بسنته وهديه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يودع آخر آخر مقال قبل أن يودع وقبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى اجتمع مع صحابته من الأنصار والمهاجرين وقال لهم كلام جميل أتلى عليهم قال لهم لا تحزنوا علي إني مريد وإني راحل وإني مودع وإني في انتظاركم عند الحوض ففارحوا ثم قال آه آه لقد اشتقت لرؤية إخواني لقد اشتقت لرؤية إخواني فقالوا يا رسول الله أولسنا نحن إخوانك قال لا أنتم أصحابي لكن إخواني الذين يأتون من بعدكم فيؤمنون بي ولم يروني كل من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وكل من يعمل بمقتدى سنته المطهرة فهو أخ للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا عائشة فأنت أخت للنبي الكريم لأنه يقف عليك في المنام ليشجعك ويقول لك سيري على الطريق فإنك تسيرين في الطريق الصواب أسأل الله تعالى أن يسعدك ويرحم الوالدين ويحفظ لك هذا الابن اليتيم سيد خالد اللهم يا رب أنبته نباتا حسنة اللهم يا رب جعله من أهل القرآن وجعله من الصالحين وجعله من الناجحين وجعله من الفالحين نسأل الله تعالى أن يجعل بينك وبين الزوجة إلى العائشة مودة ورحمة وأن يغدق عليكم من نعيمه ويوسع عليكم من أرزاقه وهذه البنية اللي هي في إيطاليا عند 24 سنة ومشات بقى مصباتش الوريقات ديالها نتأسف لواقع بناتنا حنا بغينا البنات ديالنا يعتزون بأرضهم يعتزون بمغربيتهم بغينا البنات ديالنا يبقوا في البلاد ولكن ما يبقوش دائما عنده واحد تقدير اللي فيه سوء يقولوا بأن البلاد ما فيها رزق البلاد ما فيها خير الرجال ما بقوش اللي تعتمد عليهم ما بقاش اللي يحمر لك الوجه قليل هذا الكلام هذا كلام كنسمعه دائما وأبدا بغينا هذه الصورة السيئة نغيرها ونبدلها ما بغينا إحنا نحرقوا الطاليان حنا بغينا أصحاب الطالين حرقوا عدنا حنا بغينا بلادنا تكون محظم للآخرين بلاد الخير بلدة طيبة ورب غفور احنا غيرا نرلول في رمضان رأينا ما يسرنا رأينا الحمد لله الأسواق ممتلكة بالخيرات أشخاصنا عدنا كل خير الحمد لله موجود كل شي خير قلوا الأسعار في متناول الجميع قلوا اللي بغي يخدم رأي ترك مفتوحة قلوا يقول بسم الله ويشمر على سعيده غادي القاء الناس بغن بغلي يخدم معهم ثم النهار كله القينا بأن رجال الشرطة والمخافر للأمن مرتاحين ما كلا إجرام ما كلا خصام ما كلا حوادد سير إلا القليل القليل والوضعية كلها آمنة مرتاحة ثم بعد أن تناولنا وجبة الإفطار القينا المساجد ممتلئ عن آل خيرها عدنا أزمة الأزمة اللي عدنا حاليا هي أن المساجد تعجز عن استعاب روادها هذا فضل عظيم هذا خير كثير قد قلق المسجد عامر من الداخل والشوارع والأزقة المحاطة به كلها ممتلئة بالمؤمنين والمؤمنات حتى إنهم خلقوا أزمة سير وجوالان وهذه نعمة عظيمة وكرمة مباركة لماذا نحرقوا الطاليان ونحرقوا الإسبانيا هم يحرقوا عندنا الخير عندنا موجود الخير موجود الأمن السلم الرزق الوفير والمجد والتاريخ العظيم والمستقبل الباسم والناس طيبين أسأل الله تعالى الواحد الأحد للا عائشة هذه البنية الله يردها ردا جميلة اللهم يا ربي يا كريم هيئ لها من يكون في غربتها سندا ومعينة اللهم يا ربي يا كريم تولها بعنايتك ورعايتك واجعلها من أمرها رشدا اللهم أمين يا ربي يا كريم ونتحول من ابن ملال إلى إقليم الصويرة مع للا بشرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أحبك للا بشرة وحبك في الله أحبك الله وأسعدك الله ونور الله طريقك كان فكركم الزعفة لهذه برنامات الله يحفظكم لنا وطولنا في عمركم يا ربي اللهم أمين شكرا لك للا بشرة أمين يا ربي أمي الحاجم نطلب أسألك الدعاء لأمي شفاء العازل يا ربي وأخفي صغيرة الدعاء بس أتصلي إنساء الله يا رحمن يا رحيم أختي كبيرة يا ربي كافية مع ولداتها وتحفظها بحفظي يا رحمن يا رحيم يا ربي كريم ودعي معي أنا بالزوج صالح وفرض علينا يا ربي يا رحمن يا رحيم بإذن الله بإذن الله للا بشرة الله يحفظك بنتي أسعدك الله أمين يا ربي شكرا لك أمي طريبان أمي طريبان نعم أبدي دائم معنا مع الوالد دي أنا يهديه الله تعالى ويصلي صلاحة لإذن الله أمي طريبان يصلي أمي الحاجة ولكن ماشي ماشي دائمن لا يله إله إله الله الله يهدينا وهيديه يا رب يا ربي أمين أمي طريبان دعينا معاه أهديه الله على الوالد ويحتاج الدخول للغاية يعاونها يا ربي يا ربي يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحمنا نسأل الله تعالى يعجبلكم بالفرج نلا بويشة نوعين يا ربي يا ربي خلي بق Savannahned يومي الله تعالى الله بيخيارك اللهم امين بنت Exact يا ربي يا ربي Layer يعاقب يهديو الله زوجها وأوفي­فة ألداتًا وي invitهم يا ر losing يا رحمنا يا رحمه شكرا لك يا بشر شكرا لك بنتي لا حول ولا قوة إلا بالله هذا النموذج للبنات دينا لكن في الأقاليم والمدن المغربية نساء بريئات نساء متواضعات نساء فيهم النية وفيهم الصدق ومطالبهم محدودة في الحياة مطالب بسيطة بغنعي شغابي سلام بغنعي شغير في الستر بغنعي شغير في الأمان بغنعي شغير في رحمة الله الوسعة وهذا في حددته سر عظيم من أسرار الوجود والحياة ذاك اللي بغيها كلها فينه غادي يوصل ذاك اللي بغي ينهب ويخطف ويبغي يوصل واحد مقامة كبيرة ويحكم ويفرد فينه غادي يوصل حياته قصيرة مثل فصل الربيع سرعان ما تزول العاقل هو من رضي بالقليل وقال الحمد لله على ما هو موجود ثم اجتهد في قصد المعبود اجتهد في طريقه الحقي سبحانه وتعالى للا بشرة لكب الله سبحانه وتعالى لهذا الوالد انه يهديه للطريق المستقيم فاذا كان انسان يتمطل في الصلاة ونحن في رمضان متى سوف نصلي اذا لم نصلي في رمضان متى سوف تتاحنا الفرصة للصلاة هذه فرصة نذكر بها انفسنا والبعض لاخوان الاخوات دينا اللي دائما مشغولين ودائما يسوفون ومن بعد نعود نصلي سوف نقول له العمر يجري وغدا سوف ينقضي واندك نندم ولا ينفع الندم الصلاة ايها الاحب الكرام كانت على المؤمنين كتابا موقوطا لا بد ان نعجل باداء الصلاة لا يمكن ان نقول حتى الشهر الجاي حتى العام المقبل حتى نسوي بعض الظروف عدء انخرط في الصلاة ابدا لا تقول هذا الكلام او كما يقول البعض يقول لك لكن غل منافقين رأى الجامعة عمر ولكن رأى كلهم رأى كذا وكذا هل شأقت على قلوبهم هل عرفت بانهم كذلك انت تأخذ اتهامات باطلة وتزيد وزرا على وزر والعياد بالله بالعكس الذين يقصدون كتاب الله ويقصدون مساهد الله اولئك هم الاخيار هم الابرار تركوا منازلهم ومتاجرهم ومصالحهم وشهواتهم وملداتهم وانصرفوا الى بيوت الله اولئك ضيوف الرحمن جبوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل كل واحد منا يجدد الايمان ويجدد العزيمة لكي يحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة في مساجد الله يحرص على ان يكون في الصفوف الامامية هذا هو الرصيد الحقيقي اي رصيد اخر غير مؤقت وسرعان ما سوف يزول الا الرصيد المتعلق بالصلاة فانه الذي سوف يدوم وهو اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة لن يسألك الله يوم القيامة اول سؤال غد يقول لك اش من فارق رياضي تنتمي ولا غد يقول لك اش من لون حزبي تعمل به او اي ايديولوجية تقتنع بها او اي كده او كده لا اذا كلام كل حد الدنيا لكن اول ما سوف يسأل عنه العبد الصلاة فان صلحت صلح سائر وعمله وان فسدت فسد سائر وعمله الناس لكي يقولوا احنا كندر الخير احنا كن امنوا بالديمقراطية احنا كن نحترموا حقوق الانسان احنا كندروا التنمية احنا كنحب البلاد احنا كندروا كده ولكن لا يصلون هؤلاء اصبهم ابليس بتلبيس هلاش لان هذا العمل كل كي قموا به عظيم عمل مبارك عمل ممتاز لكن العبد اذا كان لا يصلي لا يسأل عن نصيبه في الاخرة لان الله تعالى يقول لنا واحد الآية مخيفة يقول لنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا شكون هادو دوك اللي كانوا ما كيصليوش في الدنيا كانوا كيعملوا الخير كان كي ينشط مع العمل الجمعوي كي ساعد الارامل والايتام كان كيشجع المرأة على المساواة وكي رفض انها تعرض للعنف والتعنيف وكي يدعو الى التنمية ويدعو الى العدالة الاجتماعية ويدعو الى الخير جميل ولكنه لا يصلي ربي قال لك وقادمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منتورا لانه لو كان خالصا لله تعالى ولوجه سبحانه لكان صاحب هذا العمل اذا سمع النداء الله اكبر ترك كل شيء صغير ولجأ الى تكبيرة الاحرام للا بشرى انطلبوا الله تعالى يهدي الولد يالك للطريق المستقيم انطلبوا الله تعالى انه يحبب اليه الايمان ويحبب اليه الصلاة ويحببها لنا جميعا ويهدينا وإياه للطريق المستقيم وانطلبوا الله تعالى انه يجعله مع الوالدة ديالك على المودة والرحمة راه لما عندوش الخير في الزوجة ديالو لا تنتظر منه الخير رسول الاسلامي صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي كانوا الصحابة اتزحموا حدا شكونوا خيرون بعضهم يظنوا انه كثير الصلاة او كثير الصيام او كثير القيام او كثير الصدقة او كثير الحج والعمر او كثير الجهاد قال لهم لا هذه كل اعمال مقبولة ومطلوبة ومباركة لكن عنوان الخيرية عند الله ان الانسان يكون مع اهله متسامحا يكون مع اهله يعيش على المودة والرحمة لا يظلم لا يوبخ لا يعاتب لا يحكر ابدا المؤمن من صفاته انه مسالم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي اسأل الله الواحد الاحد للا بشرع ان يجعل بين ابيك وامك مودة ورحمة طيبة واسأل الله تعالى ان يحفظ اخواتك الصغار والكبار ويسعدهم بكل ما يتمنون من الخيرات والبركات ويرزعك الزوج الصالح والذرية الطيبة اللهم امين يا رب يا كريم ونتحول ايها الاحب الكرام من اقليم الصويرة الى مكناس معاسي بجمعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحية طيبة واسم على مسمى طيبوبة والكرمة وجميع الاوصاف الله يجعل لكم من اهل النبي ان شاء الله بجوار النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكرا لك اخو يا بجمعة الله يجعلنا وإياكم بجوار النبي المصطفى يا ربي جميع المسلمين والمسلمات واشر مبروكات والله يدخل علينا وعليكم على الامة الاسلامية هذا الشهر المبارك بالرحمة والمغفرة وبالرزق الوافير وبصحة والسلامة والعناق ولكي تمنى شي حاجة لله يوصلوا لي هذه الخير للكي تمنى شي حاجة للخير والله يوصلوا لي يا رحمن يا رحم يا ربي يا كريم نغم امين اخو يا بجمع وكلامك يا أستاذ يا طيب 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 القلب وطيب اسمي الكلام أكرمك الله يا أكرمك الله لأن الحمد لله كتنورنا وكلامك ما ما في حتى شي حاجة اللي هي ما غير معقولة كلامك معقول شكرا والناس اللي تعطينا راهية لكي نأستاذ شكرا مولي راهية تحية طيبة ولك طيب والله يجعل ربي ينورك وكما كتنور هاد الأمة هادي وهاد الإدعاء هادي اللي منورة وفيها الناس العين منورين شكرا لك الله يكرمك مولي سيبو جمعة للأسف انقطع الخط مع أخينا بو جمعة شكرا لك على هذا التناء الجميل شكرا لك على هذا الكلام الجميل اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل سيبو جمعة الكلام اللي قلت يدل على أن لك قلب من جوهر لأن الإنسان اللي هو يا قلبه من جوهر يرى الوجود جميلة كن جميلا ترى الوجود جميلة فسيبو جمعة لك بالمثل أخي الفاضل لك الجنة بإذن الله أسأل الله الواحد الأحد أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة أسأل الله الفرد الصمد أن يدخلنا وإياكم الجنة لأحباب اليناء انطلبوا الله تعالى يلقنا معهم كما لقنا على أثير هذه الإذاعة المباركة في هذا الشهر الفضيل انطلبوا الله تلقنا معهم في مكة المكرمة وإلقنا معهم في المدينة المنورة وإلقنا معهم فوق جبل عرفات وإلقنا معهم في مينا وفي مزدلفات نكونوا مجموعين لأداء مناسك الحج ومناسك العمرة فضلا من الله وإكراما من الله بلا سبب ولا علة لأن الله تعالى يعطي بلا أسباب ويكرم بلا علل إنه على كل شيء قدير كما نسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الجنة جنة الفردوس بإذن الله تعالى بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولوا جميعا آمين 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 يا ربي كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل مكالماتكم تفتحون من خلالها قلوبكم لنطلع على المشاكل اليومية وهموم الحياة ونحاول أن نجد الحلول المناسبة من خلال كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم اللحظة أيها الأحب الكرام نتحول من مكناس إلى فاس مع للا وفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بنتي وفاء الله يباك فيك حافظك الله إذا كانت بنتي وفاء ممكن تبعد شوية من الراديو أو تنقص منه لأن الصدى يتردد شكرا لك الله أكبر لا إله إلا الله وكان كيت معلت الزف وديك نهار الجنعة مش زرت في القبور وبقيت بحليف مثلا كان عدر معها قلت له بابا إلرك في الجنة أعطاني شي إشارة وسبحان الله جاء وحد الطير جاء وحد الطير وسبحان الله جاء وحد الطير محددت القبور دياله ولو قاتني جاء وحد طير بزاف الله أكبر هذه علامة الخير الحمد لله بنتي وفاء أكتين بالله العزي العظيم دياله الجمعة مش زرته هنيئا له إن شاء الله يقولت الجنة بإذن الله الواحد لأحد لا إله إلا الله إن شاء الله عنك ريبان أنا مخطوبة وبغيرتك تدعي معايا وتدعي مع ماما زلالة حق الله مع أخي عمر كيتعفق بزاف ومع أختي وفاء ودعي معنا زلالة الله يحفظك بنتي الله يحفظك بين الجيك الله يصلح ويصلح العائلة والأحباب شكرا لك بنتي وفاء رحم الله الوالد سبحان الله العظيم هذه الدنيا هو كان كيسمع في الراديو كيبا تابع البرنامج التحق بالرفيق الأعلى يوما ما ستسمع بأن صاحب البرنامج هو أيضا التحق بالرفيق الأعلى وكلنا راحلون إلى الرفيق الأعلى المهم أن نكون في هذه الدنيا نحرس على قدر ما نستطيع نكون في رضاء الرحمن بنتي وفاء الولد يلك لا توفى نحن ما نقول لش مات لأن الموت عند معاني متعددة ربك يقول بأن المؤمنين رهم أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كيلا خوف ولا حزن كينا غالب شارع وكي الخير وكينا الرحمة وكينا اللطف الإلهي تصوري يا بنتي وفاء بأن الميت من اللي كي تخرج الروح دياله والعائلة كي يبكي والمقربين كي يقلب على تجهيد الجنازة شي كي يقلب على الكفن شي كي يقلب على المغسل شي كي يقلب على الفقهة شي كي يقلب على الخزانة والناس مشغولين هذيك الساعة الميت هش كي يدير يقول ويحكم أسرعوا بي أسرعوا بي أريد أن أصل إلى إلى مقهدي في الدار الآخرة لماذا؟ لأنه مباشرة أن يموت ربنا عز وجل يكسف له ستار الغيب فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ماذا يرى مما يرى؟ يرى مقعده في الجنة ويرى أحبابه ينتظرونه من الوالدين والأجداد والأعمام والأخوان والأصحاب والجيران ذيك الرفاق الزين اللي كاتمع أيام زمان وسبقوه في الرحيل كيف رحملك يشوفهم وكي يقول لك أسرعوا بي أسرعوا بي أريد أن أصل إليهم فحنا لك يبقى فينا في الموت هو الفراق فقط الفراق لأن الفراق مؤلم إلا أننا عدنا يقين بأن رحمة الله واسعة وبأنه سوف يكرم ضيافة المؤمنين والمؤمنات بنت وفاء زرت الوالد في المقبرة زيارة مباحة للنساء والرجال والنبي الكريم قال لنا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة جميل أن نزور بين الفين والأخرى أحبابنا ومقربنا ومن يمشي نزور دمعي وحد بركة المال في جيبي أتصدق بها على الفقراء والمساكين وأوسع بها على الضعفاء والمحتاجين وأدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان بنت وفاء راه الأموات مش أنه ميتين صاروا عدما أو صاروا ترابا لا راه يحيون حياة برزخية راه في القبور يحيى حياة برزخية من اللي تكلمت معه راه أطلبت الله سبحانه هذاك علامة من العلامات هذك الطيور اللي شفتها الطيور هي هم من ضيوف الرحمن في الجنة الجنة معروفة بأنها مليئة بالطيور وطيور جميلة وجذابة وطيور كتوحي لمن يرها بالسكينة والطمأنينة والرحمة والرضوان فأكيد أن والدك الآن يتنعم وعطاك الله هذه العلامة حتى لا تحزني عليه أنا فهمت السؤال دي لك بنتي وفاء الجرح بقي جديد والأم ديالك بقى لبس حق الله وانتقي جاك الخطاب في وضعية حريجة واش نتبع الخطبة واش ندير كده واش نقحزن على الوليد ديالي الحكم ديال العدة هو مرتبط بأمك فقط الأم هي لقى لله تعتد أربعة أشهر وعشرة لماذا؟ لحفظ ذكر الزوج أولا ثم لاستبراء الرحمي لكن البقية للعائلة الحزن عندهم ثلث أيام ثلث أيام كان حزنه أم البعض كان استأنف الحياة وكان قل بأن ميتنا في رحمة الله ما نشغل بالنا بالميت ديالنا لكن شنشغال وهو أننا نشتهد في الدعاء له بالرحمة والمغفرة نشتهد بالصدق عليه نشتهد في أي عمل يزيده أجر وتواب عند الله هذا هو الانشغال أما نغرب قونا بكي وحازنين ومهمومين ونسكجهم الهستيريا وذكجهم اكتئاب لكن مضيعة للوقت الوقت تمين لماذا كل هذا الحزن الميت في رحمة الله في كنف الله لن ينفعه بكاءنا لن ينفعه حزننا لن ينفعه نبقى وندكروا الأيام الخوالي كل ذلك مضيعة للوقت ما ينفعه هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا اللي ينفع الميت البكاء لا ينفع دمال أنا بنتي وفاء ما تشغلش بالك جاك الخاطيب مرحبا نفتحوا له الباب ونرحبوا به وإن شاء الله نديره الخطوبة وبعد ما توضع للولدة حق الله ديك ساعة إن شاء الله نديره عقد القيران ومن بعد الصيف هاوة على الأبواب تكون إن شاء الله الفرحة والسرور ديك الزواج الله يكمل لك الرجاء ويساعد القلب ديالك وينور الطريق ديالك ويحفظ ديك خوتك سيدي عمار والولدة وبقية أفرد الأسرة الله يجعل حياتكم طيبة مباركة وإن شاء الله تعالى من يقع الحمل وأول مولود نسميه على اسمه الوليد أول مولود يبشرنا به الله تعالى نسميه على اسم الفقيد وكأن ربنا الله أخذ الله أعطى الله عليه العوض ربنا عز وجل يعوضنا دوما وأبدا حافظك الله ورعاك وتحية كبيرة للوفاء لأهل فاس ونتحول من فاس إلى إقليم الخنفرة معانا لأسية السلام عليكم دكتور قريبان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يكبر بك للأسية والله في حمد وشكر لله تعالى وشي حواج كانوا غابين لنا عرفناهم بالفضل ديالك أستاذ بفضل الله سبحانه وتعالى شكرا لك للأسية الله سيدي والله العظيم لا زمانا صادقا الله العظيم لا زبد الحواج اللي عرفت من عندك والحمد لله والشكر لله أكرمك الله لله أكرمك الله بغيت نقول لك أغمي قريبان بأنني أنا تنصل بك إيه ومشي غيحة بغيت نقول في الحقيقة أنت وحد الإنسان اللي والله العالي العظيم إلى القلب ديالي تيتشرح من اللي تنسمع الهضرة ديالتك الطيبة وإرشادات الزوينين حفظك الله هلالله والله إذا كل سنتلعى الدبا وانا سننظر معاك الله يزيدك على نور دي الإيمان للأسية حفظك الله وراعك ربي يخليك ويخليك معرفة عليك يا دكتور اللهم أمين للا عفك يا دكتور أنا واحد سيدة اللي عندي جنج وليدات إيه وحملت بواحد البنيتة وماتت ليا طلعت في الثامن وماتت ليا في كرشي الله 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 وعودت تاني كررت الحمل تاني طلعت ليا في وحدا طلعت في تاسع وحدا دخلت في الثامن إيه وماتت ليا في كرشي نيت الله أكبر وكان حلم دوك الأحلام المنزعجة جدا في أن شي شي جروني كيقولك يالله هيتمشي معانا وأنا ما تنبخيش وواحد تيقول ليا تيقول ليا يابس وأنا كنقول ليا خضر يعني بحل تيقول ليا ذك الشي ره يابس أنا تنقول ليا خضر نعم وذك الدورياء كتغلب ذك اللي بوسية اللي في عيط علي منها ليلى حي لله مثلا قراء القرآن تن دير أسماء نعم ومن بعد شي ناس قالوا لي بأن خذك تدير رقيار شرعية وذك شي نعم وللأ أسية مشيتي عن طبيب أش خبرك الطبيب تشخيص دير الحالة ديالك يقول لي ما عندك حتى شي حاجة من ناحية ذيال الطيب نعم لله تنجر تحليل وذك شي تقول كل شي غريم زيان تل واحد للحظة تن نحس بذك بأن ما يبقى شك يتحرك كنحس بواحد الإحساس بأن ذك شي رمية تذكر شي غير ما شاء الله خلاص لا إله 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 والله يعود خيرا أمين يا ربي يا كريم لا إله إله لأسف الشديد أنا حفظ القرآن هو كان تقول الملك أنا سنقول الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار وتي قول لي هذا يقول الملك لا إله 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 أنا يقرأ وحد طلام يسأل غرف دي الموت يحطي لي أن شرب لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله والخصص الظهر دي والعنق الله يحفظك يا ربي يا كريم الله يحفظك لنجيك وحد نهار وأنا نقول لي هو قال لي أن رأي عندك الجن وأنا نكليه هذا الجن اللي في قال لي أن كان سكت قرأ القرآن عوج ماشي هو هذا لا حول ولا قوة إلا بالله أنا 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 ما عيق بدك شريتا نقول ماشي ما عيقاش إيا أعودي أعودي بلله يقول أن تقرأ لي القرآن عوج الدرج خلاني نقرأ سورة البقرة وكان نقرأ ها عوج وما كيت سرح لي ش اللي سن فيها أعودي بالله مش تدرج وكان جي لبي تنعاف كان ش مرح طلب خور لا إله هيد الله كان ش بخور كان ش مهوم و و أقول للراجل شوف ذكر ما في قيمة شي حاج ذكر عودي أنا من لمح البصرة ديال ثم ماش يتقيه ليلة هيد الله يقول الراجل نعيط له كان قلو غير خليني نموت ما تعيط ش عليه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله دابع حاليا متبع مع دكتور نفساني في مدينة فاس نعم الحمد لله لأمور غد يم زيانة كتحسن نعم غير أنا واحد الحلم دابع حاليا سيتردد علي بأن دي مكان حلم نعم أسيا للأسف انقطع الخط مع أختنا أسيا شكرا لك على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله ما عدر يا أختي أسيا أختنا أسيا كتعاني من هذه الظروف صعبة ربي عز وجل أكرمها بولدين وكانت الوضعية سليمة كانت كتحمل بشكل سليم ثم كانت كتوضع بشكل سليم لكن فيما بعد كما سمعتم بأن الحمل الذي جاء فيما بعد كان دائما يقع فيه الإسقاط في الشهر الثامن أو الشهر السابع أو التاسع للأسيا الحال التي توقع هكذا أول ما كان فعله كان سوله الطبيب لأن الطبيب جينيكولوج مختص في الأجنة وفي الولادة وفي الأجهزة الناسولية كعرف الحقيقة دي المرض مادم الطبيب قال لك بأن الوضعية عندك سليمة فأنت سليمة إذن نقول بأن المرض هو عنده دوافع أخرى جميل أنك مش تشفت طبيب نفسي لأن أحيان يكون الإنسان محتاج إلى من يقوم يقوم له خط التفكير وخط الزمن من خلال الطب النفسي يبدو بأن الحالة اللي عندك للأسية هي ما يسمى بالسقط الذي يقع لبعض النساء وسببه يكون ركدة من ركاضات الشيطان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصف وشخص مثل هذا الحالة لك يقع فيه النساء لك يقع الحمل في الأول سنين وك يستمر خمس شهور بدون سبب منطقي ولا معقول ما هو السبب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ركدة من ركادات الشيطان وتكلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قبل عن أم الصبيان أم الصبيان هي اللي تكون دائما روح خبيطة تتبع الصبايا بقي الصبي في بطن أمه جنين أو عندما يستهل بالصياح فإنها تتبعه لهذا النبي الكريم قال حينما يأتي الرجل زوجته يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أحيانا كتكون العلاقة بين الزوج والزوجة سليمة لكن أحيانا يدخل بينهما إبليس انتبهوا أيها الأحبة الكرام أحيانا لما تكون العلاقة الزوجية بين الرجل والمرض يلو كيدخل بنتهم إبليس وإبليس قد طلب من الله تعالى أن يمكنه من ذلك قد يقول قائل احنا دغا كلام خرافات احنا ما كنشف ولو احنا في وضعية سليمة لكن إبليس طلب من الله تعالى أنه يمكن من هذا دون أن نشعر وهو عنده قدرة مدهدة على ذلك لما قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور وشاركهم المشاركة في الأموال والأولاد يدخل مع الرجل ومربيناتهم ثم إبليس له جنوده لهما جنود من النحي للنساء لهذا العالم لكي تسموا عندهم أم الصبيان هما نساء أرواح خبيثة نساء شعرهن منتفش وصورتهن مخيفة كي قلب عندهم يآدوا لعيالات الحاملة كي تسموا أم الصبيان أمها الصبيان ثم كين هناك الروح الأخرى اللي كتقوم بالركضة من ركضة إبليس من اللي كتجل البويضة في الرحم وكي قرب يقع التلقي للإخصاب ثم بعد ذلك غد يقع تشكل الجنين وغيرتحول من نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى مضغة مخلقة أو غير مخلقة إلى عظام إلى أن يكسى بالعظام إلى أن تنفخ فيه الروح ثم بعد ذلك يأتي إبليس فيركضه ركضة فيسقط كتسم السقط العلماء قالوا بأن هذا السقط فيه تواب عظيم عند الله تعالى ربغد يعوض لأن هناك ألم وجرح عميق في نفس الأم ونفس الأب ونفس الأسرة فهناك أجر وتواب لا يعد ولا يحصى للا أسئة من التي قلنا الطب بالطريقة العلمية بأن حالتنا سليمة جميل أن نلجأ إلى القرآن الكريم الاستشفاء بالقرآن للأسف هذه الميدان للرقية أصبح مجال فيه خليط فيه أناس صالحين أناس ربانيين أناس تقاط ولكن دخل عليهم أناس آخرين لهم ما عندهم علاقة بهذه الرقية ويتكسبون منها ثم بعد ذلك يخلطون ما بين ما هو رباني وما هو شيطاني يبدو بأنها تسيد الطريقة اللي قلت قلت بأنه كيستعمل طلاصم هذه كتسمى الخلط بين الرباني والشيطاني كيبدأ في الأول بتلاوة القرآن الكريم كيقرأ الفاتحة كيقرأ أي الكرسي واحد اللحظة كيدخل لواحد الملاجعة أخرى غريبة كتقول أش كيقرأ هذا يكن كنا في القرآن أش دا الكلام الآخر ذلك اللحظة دوك تلامس إنما هو كيقوم باستحضار الخدام خدام الجن عنده خدام من نوع آخر يتم استحضارهم ثم كيبدأ يخدمهم على أساس أنهم يعرفوا المشكلة في الكيناء ويحلوها لكن هذوك الخدام غدي بدأ يشترطوا على صاحب المرض أنه يفعل أعمال لي محرما غدي يقول لدبائح غدي يقول لها زيارات لمقابر غدي يقول لتمسح بأوتان غدي يوصلوا إلى واحد المكان للشرك واحد المكان للإستغاثة بغير الله تعالى وهنا يكون قد وصل إلى المحضور العلاج بصير جدا للأسية وهو أن الإنسان يعقد العزم والنية في الله جل جلاله رأسها العلاج هو العلاج للأمراض الروحية حتى هو غير مرتبط بالآخر هو مرتبط بك أنت مع خالقك أول حاجة اجمع الطاقة ديالك وجدد إيمانك واربط العزيم بينك وبين الخالق عز وجل واستيقم بأن الله معك الله معي الله ناظر إلي الله يحميني الله يكرمني الله يشافيني ويعافيني وخاطب الله هكذا فعلا الكلمة التي قال سيد الملك هي يسمى يا مالك الملك يا مالك الملك وقد ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا ناداه العبد بيا مالك الملك فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له الأبواب المغلقة ويسخر له الأسباب كلمة يا مالك الملك هي عظيمة جدا ملك كل إنسان في وضعي صعب وكلقى بأن الأبواب مغلقة وكلقى نفسه في ورطة إذا قال يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك ثلاثة مرات أجابه ملك من السماء يقول لقد أقبل عليك ملك الملك فادعو مما شئت أنا داك تدعو مما شئت وربنا عز وجل يعطيك الخير والبركة أسأل الله الكريم للا أسيا أن يعودك خيرا ويرزعك الثواب على مفات ويرزعك الأجر الوفير وأن يحفظك ويرعاك ويزدك الله من نوره وفضله اللهم يا مالك الملك أسعد للا أسيا وأسعد كل من قال آمين قولوا جميعا آمين 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 يا مالك الملك صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظة نتحول من إقليم الخنيفرة إلى مكناس مع أختنا للا عيشة السلام عليكم للا عيشة السلام عليكم دكتور مرحبا بك للا عيشة مباركة واشركم الله بك للا الله يدخل عليكم أتشارك صحاة العافية وما تمنيت يا ربي كريم لا إله إلا الله انقطع الخط مع أختنا عائشة التي كانت تنتظر طيلة هذه الأنشودة الطويلة معدرة يا عائشة معدرة معدرة أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يجعلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك وأسأل الله تعالى أن يجعلك مع نساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يجعلك من حوريات الجنة وأن يسعدك في الدنيا والآخرة معدرة يا أختنا عائشة وغنتحول من مكناس إلى إقليم تيفلت مع للا سهيلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبذك ابنتي أنا سبحانه بزيارة أكرمك الله حفظك الله يا مرحبا ابنتي نهيلة سهيلة الحمد لله الحمد لله يا ربي يا ربي وعفتك أن نقرم ويتبدأي معي نحط الكتاب الله العزيز يا ربي يا ربي بإذن الله بإذن الله وعفتك بغيت أن مرى بيالك لما كانت الزوجي اللي بغي يحضر معك في الموضر وخا بنتي سهيلة يا ألف مرحبا شكرا لك بنتي ندوز الستندار إن شاء الله ويأتوها لي كنت وصل فيما بعد شكرا لك يا سهيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللي أعطاه الله الصحة والعافية أعطاه الله نعمة عظيمة صدق من قال الصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يراها إلا المرضى نشاطر كل العائلات وكل الأحباب دينا اللي عندهم مرضى في بيوتهم خصوصا اللي عندهم أولاد يا ما رأيت المرضى أشكال وألوان ولكن أشد الناس معاناة وأشد الناس عذاب هم اللي عند مولدتهم مرض كيكون طفل صغير عندهم مرض غريب أو مرض عضال ويحتاج إلى عملية جراحية وأدوية مستمرة كد كل عائلة في وضعية صعبة نطلب الله تعالى أن يرزقهم جميعا صبر المؤمنين وصبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر صيدنا أيوب عليه السلام للا سهيلة هذا الوليد اللي عنده خمس سنوات ما كيسمعش وربا ما كينتظر عملية جراحية نطلب الله تعالى شافه ويعافيه نبدأ بوحد العمل مبارك لعل الله تعالى يجعل فيه خير دائما نتمنى على الله الأماني ونحسن الضن بالله وحد الإنسان تولد عنده خلال في السمع طريقة جميلة للعلاج بعضهم دار النية ودار الصدق وجاب الله الفرج وهو أننا هذا الوليد أو ذلك الابنية كان نبدأ نؤدن له الآذان في أذنه في الأذن اليمنى نقيم له الآذان وفي الأذن اليسرى نقيم له الإقامة دائما نكتر منها دائما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ونحرص على أن يكون صوتنا يضرب طبلة الأذن ثم في أليون الأسرة نقيم الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونكررها دوما في الأذن اليمنى والأذن اليسرى مر الأب يؤذن مر الأم مر بعض الأفراد العائلة ونتمنى على الله تعالى أن يأتيه بالشفاء حمل واحد كان عنده مثل هذه الأمراض وسبحان الله العظيم في رحضة من اللحظات جاءه الفرج الإلهي وجاءت الرحمة الربانية لماذا؟ لأننا في الشفاء حينما نلجأ إلى الصانع إلى الخالق إلى المبدع للذي خلق من تراب وقال كن فيكون حينما نلجأ إليه يرين عجائب قدرتنا قدرته سبحانه وتعالى فأسأل الله الكريم بنت سهيلة أن يشافي هذا الطفل اللهم شافيه وعافيه اللهم يا رحمن يا رحيم رزق قوة السمع وقوة البصر وقوة الإدراك بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وأسأل الله تعالى لأخيك أن يرزقه الدري الطيبة وأسأل الله تعالى أن يوفقك لحفظ كتابه العزيز وأسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دائماً بنت سهيلة إذا لقين الأبواب مغلقة لقين بأن هناك حرج في التعامل مع الأشياء ما نخافوش إحنا عندنا مفتاح الفرج ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياه وهو أن نقرأ صورة الفتحي نقرأها في هذا رمضان معظم خصوصاً التوم الأول منها نقرأ صورة الفتحي في محطن الدنار ربح في محطن الدك تربح ولو تضع على التراب يصير دهباً ولؤلؤاً وفدةً ومرجان بفضل الله وجود الله وكرمه تضع يدك على الأبواب المغلقة فتفتح وما هي إلا فترة وجيزة حتى يأتيك الله بالأرزاق من حيث لا تدري صورة الفتحي إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من دنبك وما تأخر فيها سر عظيم شريطة أن نقرأها بالنية ونقرأها بالإخلاص ونقرأها بالإيمان ثم بعد ذلك نباشر عملنا لن نتواكل لن نتواكل وإنما نشمر عن سواعيدنا ونخدم نستخدم طاقاتنا العقلية ونعمل ولكن منذ البدء كنا متسلحين بالتوكل على الله تعالى واستعملنا كتابه العزيز من صورة الفتحي وأنا داك الله تعالى يجعل كل عسير علينا سهل يسير إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى بنت سهيلة الله يسهل لك الأمور جميعها أنت وأفرد العائلة اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول من تفلت إلى طنطان مع سحمدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً أهلاً سحمدي حمدي من طنطان نشكروك على هذا البرنامج أكربك الله جزاك الله خيراً عنا شكرا لك أخي جزاك الله خيراً عنا الله حفظك أمولاي أبيض نحط لك واحد سؤالي يا أخي أنا دا بك كان هنا في المتجهد عندنا في الطراويح إيه كان بقى ننظم الدراري صغر وما كان صليش الطراويح التاكي بو يصليوش فالوتر إيه عاد كان صلي معهم ولكن الدراري كان الحمد لله ملي كان ننظمهم يلقوا الناس يصليو على خاطرهم وإلا ما ننظمناهمش غادي خلوا الإمام ما يتلاف يخلوا الدراري الناس اللي كي يصليو ما غاديش يصليو على خاطرهم نعم وكان ديهاد العمل لله لا إله هيدا الله وريد به وجه الله عز وجل يوم القيامة يا أخي ولكن دكسرة التراويح واش عندي فيهم شي عجر ولا ما عنديش إن شاء الله خي أحمدي يا ربي الله يبرك لك هذا هو كان طوع وعندي رأي لأنني أعمى الله واسع الخاطر كان عطي يدري صغار الخاطر ووضحكم شوية ولي بغا يصلي كان خليه يصلي لي ما بغا يصلي كان قلوه سينا ولدي الدار ديالكم اللي ما عرفش ونسوا ولو لك يعرفي التعضاء كان قلوه عود لي الوضو ومليك يقول لي هادو ديال الوضو كان قلوه دخلي ما تجي تبارك الله تبارك الله عليك أخي أحمدي هذا هو عمل اللي بيت نسولك اللي وش عندي شي عازر ولا لا وسعدتك أخي أحمدي سعدتك هنيئلك وتطوع لله لا أريد جزاء ولا شكرا من العباد هنيئلك أخي هذا إنسان من الجنة النظيمية هذا تطوع شكرا لك أخي أحمدي هنيئلك جزاك الله خير عنا الله حفظك أمولي ودعي معنا ودعي مع أوليات العمر ديال الدولة ديالنا والماليك ديالنا الله ينصروا لنا يارب الكريم وقام منك واحدة الكلامي لكن توصطنا هذا وزارة العوقة شؤون الإسلامية نعم نسلهم كلفين ونسلهم دوم القارة يحاولوا إكدولين الحزب ديال من مسجد حاولوا أي مسجد ما فيش الحزب يحاولوا إكدولين البلاد اللي كي تقرأ فيها القرآن مع أمريقسها لا شر لا فتنة لا جافة في الأول كالحمد الله نشكره أنا أدني أملي في البلاد لا إله إذ الله والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم والسلام ورحمة الله ورحمة الله شكرا لك شكرا سيد أحمدي شكرا لكم أكرمك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله سيد أحمدي الله يكتر من أمتلك أخويا الله يكتر من أمتلك وهذا هو المغرب ديالنا البلد الجميل بلد أهل الإيمان وبلد أهل الخير بلد أهل التطوع بلد لكي يسعوا فيه الناس في أنهم يبدلون العطاء يبدلون من وقتهم ويبدلون من طاقتهم وشهودهم في سبيل الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله هذا هو أعظم استثمار الذي الدكي اللي بغي يستثمر في هذه الدنيا القصيرة التي هي إلى زوال هو أنه يستثمر في العمل الصالح نحن الحمد لله في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الأكرم كالقاو عدنا أزمة كبيرة وهي أزمة الطرقات المحادية للمساجد هذا كتسمى المدحو بما يشبه الذنب الحمد لله مغربون العزيز كالقاو عند ترويح رمضان في صلاة العشاء الأماكن شبه مغلقة والمساجد تعجز عن استقبال المصلين من المؤمنين والمؤمنات ومن الصالحين والصالحات من جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية ومن جميع الأصناف والأشكال فهذه نعمة ينبغي أن نحمد الله عليها وأتمنى من أصحاب الكاميرات وأصحاب الهواتف النقية الدكية أنهم يقوموا بتصوير هذه المشاهد ويرموها في مواقع التواصل هذا خير من أن نرمي الفضائح الأخلاقية ونرمي أسرار الناس ومشاكل الناس الخاصة نرمي هذه الصور الجميلة اللي كتبعت على الإيمان وعلى اليقين وعلى الافتخار بأن في مغربنا الحمد لله هناك الإيمان واليقين يتلقى مشكل كبير أثناء الصلاة الطرقات مغلقة هذا مدى يدل يدل على أن الإيمان قوي في البلاد ويدل على أن الإسلام هو الدين الرسمي في هذا البلد الأمين ومدام كذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيحمدي ربي عز وجل لو وفقك للقيام بهذا العمل في إطار ما يسمى الآن باللجنة التنظيمية يلقى وحد المجموعة للمساجد الكبريات المساجد الله يجزيهم بخير يقوموا عليهم الناس للاوقاف المندوب والناظر والخطيب والواعيد وكذا ولكن كان يلقوا بأن هذا شيء كثير كثير عليهم هنا كيدروا الناس المسؤولين في الأوقاف كيدروا وحد العمل كيدسمى التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني الجمعيات تعال تعال الجوار الجمعيات اللي في جوار المسجد كدجي جمعية مباركة فيها أشخاص طيبين صالحين بعيد الخير وكي يلبسوا واحد اللباس واحد جيل يكتبوا عليها اللجنة التنظيمية هذا الدور ديهم هما كي نضموا الحركة دي السير والجوالان كي نضموا الحركة دي الدخول والخروج كي نضموا الحركة دي الأطفال الصغار كي نضموا الحركة دي التوزيع الماء تنظيم الصفوف وهذا كل خير هذا الحمد لله شرف كبير شرف عظيم جزى الله خير كل من يقوم بهذا العمل المبارك سيحمدي وانتم هذي أصحاب التطوع المبارك كيكونوا محرومين من الصلاة للترويح لأن الأطفال الصغار مزيان يجيوا ما نمنعوهمش علموا أبناءكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع نعلموا لدتنا الصلاة وهذه فرصة من غد يدخل الجامع وغد يلقل الأضواء يا سلام بعض المساجد الجميلة تزينت وتهيأت لاستقبال شهر رمضان قد خلق الأضواء منيرة في كل مكان وقد خلق الإمام بأصوات شجية يقرأ صلاة الترويح وكيبلك النازجين باللبس المغربي الأصيل التقليدي وكيبلك النساء الحمد لله جيات ساهمية بحيائهن لحضور وشهود صلاة الترويح مشهد جميل ورائع فلا نحرم أطفالنا الصغار بعض الأطفال ربما قد يخلقون هذا الضجيج ويخلقون هذه المتاجات فلا بد أن ننظمهم شكرا غير ننظمهم المصلين كل واحد خاشع في صلاته هنا ننتدب بعض الأشخاص طيبين بحس يا حمدي إنسان سوى من شروطه يكون عندهم خاطر إيلا ما عندهم خاطر غير يريح خلي دير حاجة أخرى ما الخاطر هو اللي يلقى الأطفال الصغار كي يتكلم معهم غير بالأداب وبالاحترام مرحبا بكم مرداتي تبارك الله الله ينشحكم ويمسح بيده على رؤوسهم الله ينشحكم مرداتي إن شاء الله تكونوا في الجنة تكونوا إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحفزهم وننظمهم فإذا لم تصلي سيحمدي هذا كتسموه في الفقه الإسلامي بالسعات والرعات في أي عبادة من العبادات سواء في صلاة التراويح أو في صلاة العيد أو في مناسك الحج والعمر وفي مينا ومزدل فكل ذلك يتسموه السعات والرعات عندهم أحكام خاصة شكوناما السعات والرعات هم اللي كي يخدموا الناس اللي كي يؤدوا العبادات والشعائر في وضعية مريحة لكن مجموعة للناس لا يصلون ولكنهم في عبادة مثلا عدنا رجال الأمن رجال الأمن حافظي الأمن دي الناس ولا يصلي هذا كرا في عبادة لأنه يحفظ لهم أمنهم وسلامتهم حتى لا يفتنوا كالقومة الأطباء اللي هم في المستعجلات أي لحظة تقع كاريتك يكون هو يمو رابط رو في عبادة وقس على ذلك كل واحد كي يقوم بعمل كل كي يسجل عنده كاميرا من بعيده كي يسجل هذا الخير ما شيعود نشره بين الناس حتى هو في عبادة فكل واحد من زاويته إذا كان يقوم بخدمة لمصلحة العامة فهو في عبادة ويسمون بالسعات والرعات السعات هم لكي تخروا كي يمشي ويجي ويطلع ونزل والرعات هو دك اللي كي يدير التنظيم المتكامل عن بعد هدو كلهم معفيين من هذه الأحكام ولهم نفس الأجر والتواب اللي قاموا به فأسأل الله الواحد الأحد أخي حمادي يبارك لك ربي سبحانه ويزيدك الله تعالى من حفظه وبركته وجوده أخي حمادي طلبنا واحد طلب وهو حري بأننا ندعو في هذا المقام الشريف هو أن الناس للأوقاف والشؤون الإسلامية يطلب باش أنهم يحرصوا أننا نقرأ الحزب الراتب في المساجد الحزب الراتب في المساجد هذه واحد العادة طيبة اعتاد على أهل المغرب غير موجودة في أي بلاد من البلاد الإسلامية إلا في المغرب ولا تسمى بدعة وإن كان لابد أن نسميها بدعة نقول إنها بدعة حسنة نعم البدعة هي لأن فيها وحد الخير عظيم أن الناس يجتمعون على تلاوة كتاب الله تعالى بالطريقة العجيبة تسهل طريقة الحفظ وتسهل طريقة الخشوع وتسهل طريقة الصبر على إتمام تلاوة القرآن العظيم فهذه فرصة عظيمة نطلب الله سبحانه وتعالى المسؤولين في هذا البلد أنهم يحرصوا عليها لكن تعليمات عليا للحفاظ على الحزب القرآني باستثلاك بعد الشباب اللي عنده تيارة أخرى تيارة وفدة ترى بأن هذا العمل هو بيدعة لهم ذلك لهم أن يحفظوا برأيهم ولا يقرأوا الحزب الراتب يقرأوا بمفردهم دون أن نلجأ إلى الفتنة دون أن نلجأ إلى الاستضام كل يعمل بطريقته ولكم سليم بإذن الله الواحد للأحد فأسأل الله الواحد الأحد سيد الحمدي طلبنا واحد دعودي الخير لأهل البلد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا المغرب يحظى بالأمن ويحظى بالأمان ويحظى بالسلم ويحظى بالبركة اللهم يا رحمن يا رحيم أكتر أرزاقنا يا رحمن يا رحيم فجد أرزاقنا يا ربي يا كريم زوج عزابنا يا ربي يا كريم وأسعدهم في قلوبهم وحقق لهم رجاءهم وبلغهم مقصودهم اللهم يا ربي يا كريم وفق المسؤولين على هذا البلد الأمين بأن يقوموا بالمهام المناطبهم من خدمة شؤون الوطن اللهم ارزقهم القوة وارزقهم المدد وارزقهم التيسير وارزقهم القبول بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأسأل الله تعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نسأل الله تعالى أن يوفقه للخير ويعينه عليه ويمتعه بالصحة وبالعافية وبتمام العافية وننتظر منه صاحب الجلال حفظه الله ورعاه في هذا الشهر الفضيل أن يقوم بجوالاته المعتادة في الأقاليم والمدن المغربية يحمل معه بشائر الخير ومشاريع التنمية لفائدة الساكنة لكل إقليم خصوصا الأقاليم اللي كتعاني من ضعف وكتعاني من فقر نسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يقويه ويبارك في جهوده وأن يسخر له البطنة الصالحة التي تعينه على أمر الخير قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ترجمة نانسي قنقر